فهلا بحضراتكم في كل مكان سيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد قمة ثلاثية في شرم الشيخ إنبارح مع الملك حامد بن عيسى ملك البحرين والملك عبدالله الثاني ملك الأردن وخلال هذه القمة تم التأكيد على الارتقاء بالتعاون مع مصر إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية وتطويرها لأعلى المستويات طبعا ده بجانب الترحيب بالقمة المرتقبة لها تعقد في السعودية بين قادة دول مجلس التعاون الخليجي ومصر والعراق والأردن والولايات المتحدة خلونا نتكلم بالتفصيل أكثر عن أهمية هذه القمة الثلاثية مع الأستاذ طارق البرديسي خبير العلاقات الدولية صباح الخير عليك فاندم هل في علاقة ما بين هذه القمة الثلاثية بشرم الشيخ والقمة المرتقبة بالسعودية بين دول مجلس التعاون الخليجي والولايات المتحدة ومصر والعراق والأردن صباح الخير عليكم وعلى كل المتابعين طبعا العلاقة وثيقة ما بين القمتين وده يأتي في دور وفي إطار هذه السياسة الاستراتيجية والقمة الدبلوماسية الرئاسية التي يقوم بها فخمط الرئيس السيسي فيما يتعلق بدعم هذه العلاقات الوثيقة الاستراتيجية سواء كانت النواهي الأولى فيما يتعلق بذلك الرباع العربي مصر السعودية الإمارات البحرين ثم بعد ذلك أيضا هذه العلاقة الثلاثية ما بين مصر الأردن العراق وهذه القمة مصر الأردن البحرين يعني كل هذه علاقات ودوائر وشركات استراتيجية لدعم هذا الصف العربي الأخير اللي ظهر أن العرب لهم هذا الدور وهذا الباع وهذه الأهمية فيما يتعلق بالتداعيات الأخيرة لأزمة كورونا وتأثيراتها على الطاقة وعلى ثلاثة التوريد والغذاء وإلى غير ذلك طيب أعود أن نعرف من الحقيق إيه هي مصارات الشراكة الثلاثية ما بين الدول الثلاث؟ وهل نحن أمام تدشين نواة لشراكة أو تكامل اقتصادي عربي؟ الله ينور عليك سؤال في منتهى الوجهة والأهمية بالفعل هذه السياسة الخارجية التي ينتهجها سيادة الرئيس السياسي وخلي بالك أن أشير إلى نقطة في غير الأهمية أنه طبعا فيه مناوئين وفيه خصوم خلي بالك أن فيه قطاع كبير من الخصوم والمناوئين والكارهين للنظام بيؤكدوا نجاح السياسة الخارجية المصرية يعني في هذه النقطة تحديدا في هذا الملف تحديدا ملف العلاقات الخارجية المصرية يعني الخصوم قبل الأصدقاء والأعداء قبل الأصدقاء يؤكدوا نجاحات السياسة المصرية فيما تعلق بعلاقاتها الخارجية الاستراتيجية لأنها انتقلت من الملح الأجاج إلى العذب الفرات في 2013 الدنيا كانت ظلمة كانت الاتحاد الأفريقي مجمد العضوية مصر بيكلموا عن نظام متوجسين منه خيفة الاتحاد الأوروبي في قطع العلاقات وإذا بيحصل هذا الشفت الكبير وهذه النجاحات الكثيرة وهذا العالم كله طواق وبيلهث حول نسج علاقات استراتيجية وثيقة مع الدولة المصرية روسيا الاتحادية، الولايات المتحدة الأمريكية، الاتحاد الأوروبي، الأفارقة، العالم كله لكن مصر هنا كانت وقفة على أرض صلبة كانت بتسير في خطة الدولة المصرية الدبلوماسية الخارجية تحديدا وزيما حكي ذكرت فكرة تجميد عضوية الاتحاد الأفريقي عدنا وعدنا بقوة لقلب أفريقيا برئاسة الاتحاد الأفريقي ومن ثم توسع وشراكات سواء كانت أورو متوسطية أو شراكات إفريقية وغيرها لكن سؤالي هنا هرجع على حاجة في هذا الشق تحديدا في فكرة مسارات التعاون فيما يخص القمة الثلاثية التي عقدت به الأمس وإيه هي أهم العنوين أو أهم المجالات الخاصة بهذا التعاون؟ جميل ما هو ده يعني بيصب في موضوع يعني إجابة لسؤال حضرتك أنه يعني هذه المسارات كلها تتويج وتأكيد وترسيخ لهذه العلاقات سواء كانت النواة الأولى الرباع العربي أو سواء كانت النواة العراق مصر الأردن أو هذه النواة الأخيرة أيضا البحرين الأردن مصر ثم القمة كما أشرت الزميلة سواء دول الخليج والعراق والولايات المتحدة الأمريكية تأكيد على يعني فكرة الوين وين ستويشن وأنه يعني عايز أقول أنه يبقى فيه تبادل المنافع والخيرات والمكاسب على كل الأطراف بدلا من هذه النزاعات حتى أن الدول التي كانت مناوئة للدولة المصرية دولة 2013 أصبحت الآن يعني تتودد إلى الدولة المصرية وتريد عقد مثل هكذا اتفاقات وعلاقات جديدة مع الدولة المصرية إذن تأكيدا على هذه النقطة الأخيرة عندما يجتمع رئيس المصري وملك البحرين وملك الأردن للتأكيد على ترصيخ هذه العلاقات الاستراتيجية في المجالات العديدة بما يحقق في النهاية وصب في تلك الشراكة الأكبر والتكامل وهذه العلاقات الخليجية العراقية الأردنية المصرية الأمريكية للتأكيد لأن هذه المنطقة منطقة في غاية الأهمية منطقة بتعج بالثروات هي قدرها أنها مهمة بعض المحللين كانوا يقولوا لا أصبحت في ذيل الأولويات القوى العالمية هذا كلام عار تماما من الصحة قدر هذه المنطقة أنها تكون مهمة يعني قصرا عننا وجبرا عننا وعن غيرنا أن هذه المنطقة مهمة بما فيها من ثروات نفطية ثروات غازية يا رحيح طيب عايزين نتوقف هنا عند مسألة الطاقة ملف الطاقة يمكن من الملفات الأبرز اللي سيتم منقشتها في القمة القادمة ويمكن إحنا يعني عندنا أزمة الطاقة دلوقتي بسبب الأزمة الروسية الأوكرونية أزمة فيه كمان سلاسل إمداد الغذاء إزاي يعني حيتم طرح هذه الملفات من خلال سواء القمة يعني العقلة أمس في شرم الشيخ أو القمة القادمة بالسعودية مصر كانت رائدة وصباقة في هذه النظرة الاستباقية الاستراتيجية للملف الطاقة والغاز عندما كان منتدى دشنت منتدى غاز شرق المتوسط وجمعت هذه الدول في هذه المنتدى كانت نظرتها استباقية استراتيجية لو لم يكن ذلك المنتدى بقيادة ورؤية الرئيس السيسي لما كان هذا الوضع الحالي لأنه في النهاية يعني العالم الأمر ليس منوت فقط ومقصور أو مختصر على النفط وإنما على الغاز وكما ذكرت فيما يتعلق يعني بتدعيات الأزمة الأخيرة الأزمة الأوكرانية الروسية أتصور أنه حتى الرئيس الرئيس الولايات المتحدة الأمريكية الذي كان يبدي صالفا وتعنطا في علاقاته سواء كان مع قيادات خليجية أو سواء كان حتى مع القيادة المصرية ولكنه عندما رأى هذا الدور المصري كان هناك تشيحات من الرئيس الأمريكي جو بايدن من البداية أنه ملفات الشرق الأوسط ليست من أولوياته وإذا به يعني رغما عن يعني يلح على يعني ذلك الالتقاء مع الزعامات العربية والخليجية والمصرية لدورها الفاعل سواء كان طبعا الدور المصر اتضح منذ أمد فيما يتعلق بعلاقتها وقدراتها على التأثير في ملف غازة وإسرائيل أيضا فيما يتعلق بقطاع الغاز والنفط ودور الدول الخليجية ودور الدولة المصرية باعتبارها أصبحت مركزا لوجستيا للطاقة والغاز الطبيعي في هذه المنطقة كل هذه الأمور بتؤكد يعني ريادة هذه المنطقة وأنها لن تكون أبدا في ذيل القائمة وعلى فكرة يعني ده قدر قدر فيما يتعلق بهذه الأهمية نعم ويمكن فكرة زي ما قالت هدير فكرة أن رئيس الأمريكي جو بايدن يمكن أول تصريح له أول ما تولى منصبه فكرة اللي هو لن يتعامل مع حلفاء للرئيس السابق دونالد ترامب لكن اليوم نحن أمام قمة من المفترض أن تنعقد في 16 من الشهر المقبل بالسعودية تحديدا بحضور الرئيس الأمريكي ومن ثم قمة لرؤساء مجلس التعاون الخليجي وبحضور مصر والأردن وأيضا العرق كيف ترى هذا التغير في السياسات الدولية في ظل الأزمة الحالية؟ يعني هذه التغيرات هي تغيرات نفعية مصلحية متصورة ومتوقعة يعني فكرة التدثر بقميص عثمان بفكرة حقوق الإنسان يعني أتصور أن الأغيار ليسوا حريصين على غيرهم في مثل هكذا ملفات لكن حقوق الإنسان هي أشمل وأعم فيما يتعلق بالصحة بالتعليم بالسكن بالمواصلات بالبنية التحتية وأيضا فيما يتعلق بحريات التعبير لا شك في ذلك لكن هذه الدول تتخذ من هذه الموضوعات والملفات يعني تكأة وذريعة وقميص عثمان من أجل الضغط على هذه الدول وإذا بها يعني تتراجع وتتعرى أمام المجتمع الدولي يعني تنزلت فيما يتعلق بملف خشوقي في السعودية تنزلت فيما يتعلق بكل الملفات تسعى وتلهث وراء مصالحها وراء المصالح يعني وقدر هذه المنطقة يعني المنطقة ما قبل الطاقة هذه المنطقة هي مهبط الرسالات يعني تخيل بس تظل كلمة الطاقة هي المفتاح أو هي كلمة السر تحديدا وراء هذا التغير تحديدا بما يحدث في الأزمة الأوكرانية الروسية ربما ترى أمريكا الآن أن المنقذ الوحيد لها أو الملاذ الآمن لها مصر أو المنطقة العربية ككل سواء كانت السعودية أو مصر السعودية بالنفط مصر الغاز مركز لوجيستي للغاز مصر هي الدولة الوحيدة في هذه المنطقة اللي فيها يعني محططين لإسالة الغاز في إدكو ودميات إذن تستطيع أن تصدر الغاز وتستطيع أن تأخذ يعني غاز الأغيار المجاورين الجيران وتقوم بإسالته وتصديره لأوروبا فأتصور أن النفط هي السعودية مصدر ومعين فيما يتعلق بالنفط وزيادة إنتاج النفط ومصر فيما يتعلق بالغاز وأيضا فيما بعد ما بعد النفط والغاز الطاقة الجديدة والمتجددة مصر واعدة فيما يتعلق بالطاقة الشمسية بطاقة رياح بكل هذه الأنواع من الطاقة إذن قدر هذه المنطقة أن تكون مهمة واستراتيجية وأن يوجه العالم ناظريه قبلها ويعقد تلك الشراكات معها ويكونوا حريصا على إقامة مثلها كذا علاقات سواء كان للطاقة كما تفضلت سواء كان النفط سواء كان الغاز سواء كان الطاقة الجديدة والمتجددة فقدر هذه المنطقة أن يسارع العالم ويبذل كل ما في الجهد للطاقة للتعاون مع هذه المنطقة وتجد ذلك الصراع ما بين روسيا الاتحادية وما بين الغرب والناتو لجلب المنطقة العربية في خندق كل يسعى لجلبها إلى موقف نعم ولكن المنطقة العربية أصبحت أكثر نتجا ووعيا وباتت يعني تبحث عن مصالحها ولا تتورت مع طرف وتأتي مع طرف خندق طرف ضد طرف آخر ولكن هناك أيضا تحديات يمكن أمنية على المستوى العربي وهناك تحرك مصري عربي لمواجهة كل هذه التحديات تحقيق شايف ده زي؟ يعني التحديات الأمنية مصر كانت رائضة فيما تعلق باستراتيجيتها الشاملة ورؤيتها وعملية سيناء الشاملة للتصدي للإرهاب فهي تصدت للإرهاب وكانت صباقة فيما يتعلق بمجابهتها للفكر المتطرف فيما يتعلق بالإرهاب وأن الإرهاب كل لا يتجزأ وأننا لا نستطيع أن نفرق بين إرهاب وآخر الإرهاب يعني كل واحد مهما اختلفت وتباينت ألوانه وأشكاله أيضا فيما يتعلق بفكرة دعم الميليشيات على حسابات الجيوش النظامية كان له آثاره الكارثية على هذه المنطقة فلابد من دعم المؤسسات الوطنية لابد من دعم الجيوش النظامية بعيدا عن الميليشيات لأن دعم الميليشيات لا يأتي إلا بالخراب لا يأتي إلا بتقويض أركان الدولة لذلك كانت الرؤية الاستراتيجية واضحة للدولة المصرية وهو الذي حماها فكرة الناشنال ستيت الدولة الوطنية والحفاظ على مؤسساتها الوطنية فكرة التريتيريا الانتجريتي يعني سلامة الأراضي والحفاظ على هذه الأراضي لأن الخناءة والمشكلة مش يبقى فيه الهوية هوية الدولة هل تبقى فيه يرقراطية دينية ولا ديمقراطية لا المشكلة في أنك تحافظ أساسا على الدولة لازم يبقى فيه دولة وبعد كده تأتي المشاكل تباعا ولحاقا لكن الأهم فالمهم الأهم أن تكون دولة ونحافظ على هذه الدولة ونحافظ على سلامة أراضي الدولة ونحافظ على مؤسسات الدولة لكن شوف ما حدث في ليبيا ما حدث في اليمن ما حدث في سوريا لكن كانت الرؤية المصرية واضحة وسباقة في هذا المضمار نعم طيب إذا عدنا مرة أخرى إلى القمة السعودية المرتقبة في 16 يوليو المقبل يعني إيه هي أهم الملفات التي تتوقع أن تناقش على طاولة هذه القمة بخلاف طبعا معروف ولا يخفى لأحد طلب أمريكا بزيادة إنتاجات النفط تمام خلي بالك تصريح جو بايدن لما قال الأمر لا يقتصر فقط على الطاقة ولكن يمتد إلى علاقات أكثر شمولا مع الدول العربية ويقصد تحديدا يعني العربية السعودية ولكن بالفعل هو ما دفعوا إلى هذا الالتقاء هو ما في الطاقة لا شك في ذلك ولكن تبقى العلاقات استراتيجية يعني أيضا الدول العربية مصر والسعودية والإمارات يحتفظون بتلك الأواصر وتلك الوشائج مع الولايات المتحدة الأمريكية وخاصة مع المؤسسات الثابتة والموجودة في الولايات المتحدة الأمريكية هناك علاقات استراتيجية لا شك في ذلك ولكن هذا لا يمنع وجود علاقات استراتيجية مع أطراف أخرى لأنه بات واضحا أن الولايات المتحدة لم تعد القطب الأوحد ولكن هناك قوة أخرى فالمنطقة العربية أصبحت حريصة على استمرار هذه العلاقات الاستراتيجية ربما بانت قوة أمريكا تحديدا في الأزمة الروسية الأوكرانية فيما يتعلق بالأزمة الأخيرة كشفت القل وكشفت أن الكل متورط والكل يريد أن ينزل من أعلى الشجرة كل تورط في طلباتي وفي طموحاتي وفي عناده وبات العالم كله يبحث الآن عن خروج آمن وعن نزول مستقر وهادئ من أعلى الشجرة أتصور أن المنطقة العربية سيكون لها دور فيما يتعلق بحالة هذه الأزمة في ملف الطاقة وغير ذلك من مسائل وأتصور أن بات العرب قوة ولكن القوة تكمن في ذلك التنصيق تنصيق العربي العربي وتنصيق العربي العربي وتنصيق طبعا بمصر جزء لا يتجزأ من الأمة العربية هذا التنصيق هو الذي يعطي هذا الزخم وهذه القوة وهذا النفوذ فيما يتعلق بعلاقات سواء كان مع الولايات المتحدة أو مع روسيا أو مع الصين أو مع غير ذلك يعني من أطراف في العالم والخريطة العالمية الخريطة العالمية بدأت تتغير معالمها وباتت يظهر للعيان مواطن الضعف والقصور والقوة والنفوذ بفضل هذه الأزمة الأخيرة وأتصور أن الدول الناضجة تستطيع أن تنتهز من المحن فرصا ومنحا وتستطيع أن تخلق لها وتصيغ صيغا فيها نوع من الاستثمار والاستفادة والتعرف على إمكاناتها الحقيقية بفضل التنسيق وبفضل هذه القمم الأخيرة سواء كان قمة مصر البحرين الأردن أو القمة الأخيرة المرتقبة في السادس عشر وده يجعلنا نقول أن هكذا هي لغة العلاقات الدولية فكرة المصلحة هي التي تحكم فيها مبدأ زي ما حالك قلت وين وين الكل كذبان الكل يبحث عن مصلحته من أجل الخروج من عنق الزجاجة والتمتع به الأمن والاستقرار والرقاء الأكثر لأرشوب الأستاذ طارق البرديسي خبير على علاقات الدولية بلوشك لحياك فنم على وجودك معنا في صباح الخير شكرا جزيلا